اشتركوا في القناة اخرى على الشرعية ناتنياهو يعتزم المصادقة على بناء 2500 واحدة سيطانية جديدة في الضفر في نشرة التاسعة ايضا منخفض عميق يضرب فلسطين غدا والشرطة تحذر المواطنين وتطالبهم بتوخي الحيطة والحضر اهلا بكم مشاهدين لتفاصيل نشراتنا الاخبارية حيث اكد رئيس الوزراء دكتورة ملحمد الله على اهمية زيارة ابناء شعبنا المغتربين الى وطنهم خاصة رجال الاعمال داعيا في الوقت ذات هذه الشريحة من ابناء شعبنا الى تعزيز الاستثمار في فلسطين جاء ذلك خلال استخبار الحمد الله وفضا من رجال الاعمال الفلسطينيين في تركيا حيث اطلعهم على اخر التطورات السياسية والاقتصادية بما فيها الانتهاكات الاسرائيلية الحمد الله بحث مع الوفد سبل فتح افاق تعاون الفلسطيني التركي عبر تشجيع الاستثمار التركي في فلسطين نائب رئيس الوزراء صفيرة المملكة الاردنية الهاشمية لدى فلسطين محمد ابو وندي مؤكدا على عمق العلاقات الاخوية المميزة التي تربط الشعبين الشقيقين والتنسيق العالي او التنسيق عالي المستوى بين السيد رئيس محمود عباس وشقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني وثمن نائب رئيس الوزراء الدعم الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على المستويات كافة دورها كذا السفير الاردنية عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين والقيادتين الاردنية والفلسطينية كان اكد حرص المملكة على تطويرها قال وزير الخارجية والمغتربين رياض الملكي انه وبناء على توجيهات سيد رئيس محمود عباس سيتم تقديم طلب الى مجلس الامن الدولي لحصول فلسطين على العضوية الدائمة في الامم المتحدة منتصف الشهر المقبل امل في هذا الاطار اضاف الملكي انه او ان الطلب سيتم تقديمه الى مجلس الامن خلال زيارته الى نيويورك لتسلم رئاسة مجموعة السبع وسبعين زائد الصين للمزيد انضم لنا عبر الهاتف وزير الخارجية والمغتربين رياض الملكي معالي الوزير اهلا بك معنا في نشرة التاسعة الظروف المحيطة بتقديم هذا الطلب وماذا عن اي ذيت محتمل بالتأكيد انتم تعلمون اننا كنا قد تقدمنا بالطلب في عام 2011 ومنذ ذلك الحين والطلب لازال قائما في مجلس الامن نحن الان نريد ان نفعل هذا الطلب بناء على تعليماتنا السيد الرئيس وكما تعلمون سوف يتواجد السيد الرئيس في نيويورك في الامم المتحدة لاستلام رئاسة مجموعة 77 زاد الستين ونحن نريد ان نستفل وجودنا هناك من اجل تفعيل ذلك الطلب بتأكيد هذا يستدعي منا التشاور ليس فقط على مستوى باعتدتنا الدائمة في نيويورك وانما ايضا على مستوى الاعواصم الدول العضاء في مجلس الامم لكي نتأكد اولا باننا سوف نتبكن من تحصيل تسعة اصوات ايجابية حتى نصل الى الوضع الذي من خلاله سوف نواجه الموقف الامريكي من خلال عملية الفيتو هذا بنسبة لنا نقطة مهمة وهذا يسبب مننا ان نكون على تواصل مستمر مع كل تلك العواصم خلال الفترة القادمة طيب معالي الوزير هل نفى من كلامك بانه اذا ما حصلت فلسطين على تأييد تسعة اعضاء فان هذا ينجينا من الفيتو الامريكي في حال اننا لن نحصل على تسعة اصوات فهذا سوف يوفر على الولايات المتحدة الامريكية استعمال الفيتو وعليه في حال اننا تأكدنا اننا لن نحصل على تسعة اصوات ايجابية لن نتقدم بطلب التصويت على العضوية في مجلس الامن الان نحن نتقدم اولا عندما نضمن حصولنا كحد ادنى على تسعة اصوات ايجابية بعد ذلك سوف نواجه بالتأكيد الفيتو الامريكي طيب نعم توقعاتنا بانه في حال حصلنا على تسعة اصوات ايجابية سيكون الموقف الامريكي هو باستعمال الفيتو وهذا شيء يعني متوقع جدا ولكن رغم ذلك تعليمات السيد الرئيس واضحة باننا في حال اننا وجهنا البيتو الامريكي للمرة الاولى سوف نعود من جديد للمرة الثانية والثالثة والعاشرة وهكذا حتى نصل الى وضع تغير فيه المعطيات عملية التصويت في مجلس الامن طيب ماذا عن التغيرات داخل مجلس الامن هناك دول تخرج من عضوية مجلس الامن تحل مكانها دول اخرى وذلك في الاطار الدوري الى اي مدى يساهم ذلك في حصول فلسطين على تأييد ما يكفي من الاصوات فعلا هذه قضية شائكة وعنى خاصة وان تركيب الجديد التي سوف تبدأ في الاول من يناير في داخل مجلس الامن لن تكون جدا لصالح الموقف الفلسطيني هذا يستدعي مننا جهد اضافي اكبر في التعاطي مع تلك الدول لحكيها على التصويت لصالح طلب فلسطين بالانضمام كدولة كانت العضوية في الامم المتحدة بالتأكيد هذه القضية ليست تهلة ولكن هذا جهد مستمر متواصل نقوم به كوزارة خارجية وبتعليمات واضحة من السيد الرئيس وبالتأكيد في اللحظة التي نكون على ثقة كاملة بأننا قد حصلنا وضمننا تسعة تواصلات ايجابية سوف نفعل طلبنا في داخل مجلس الامن ماذا عن ملف السبع وسبعين زائد الصين وإلى مدى هذا يسهم في تعزيز مكانة فلسطين كدولة وأيضا في إطار العلاقات الدبلوماسية ومواجهة هذا السيل الذي تلوح به واشنطن وبعض الأطراف من نقل سفراتها إلى القدس وإعلان القدس عاصمة أو الاستجابة لإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال أيضا بالتأكيد كما تعلمون في إطار تلك الحملة الشعواء والحرب المعلنة التي قمت بها الواتبتع الأمريكية بحق القضية الفلسطينية ودولة فلسطين والوجود الفلسطيني عندما قررت نقل السفرات إلى القدس والإعتراف بالقدس كعاصمة ومن ثم إغلاق مكتب بعتتنا كل هذه الإجراءات فطلبت منها فعلا أن نخوض معركة إثبات وجود ومن خلال إظهار التأييد الكبير الذي يبنه دول العالم للقضية الفلسطينية وصنحت لنا الفرصة بأن نترأس مجموعة 77 والصين وكما تعلمون هي مجموعة تضم 134 دولة من الدول النامية في الأمم المتحدة قررت هذه الدول أن تعطي الفرصة لدولة فلسطين لكي تترأسها في عام 2019 مما يعني أن هناك شعور قوي لدى هذه الدول لأن فلسطين لديها القدرة والإمكانيات لكي تقود هذه المجموعة لكي تستطيع أن تتحدث وتتفاوض بإسم هذه المجموعة مع الدول الصناعية والدول المتقدمة في مجالات تخدم هذه الدول على مستوى التنمية المستدامة تنمية البشرية على مستوى مواجهة الفقر على مستوى الشباب وكل هذه القضايا وبالتالي هذا يعزز ثقة المجتمع الدولي بدولة فلسطين يظهر في مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي ويعزز الشخصية الاعتبارية لهذه الدولة ويؤكد أن دولة فلسطين جاهزة لكي تنخرط في المجموعة الدولية تتحمل مسؤولياتها داخل هذه المجموعة وتستطيع فعلا أن تكون قادرة على أن تلعب دورا ليس فقط على المستوى الفلسطيني الإسرائيلي العربي وإنما أيضا على المستوى الدولي شكرا للمعالي وزير الخارجي والمغترمين رياضي الملكي على وجودك معنا في نشرة التاسع وعلى كل هذه الإضاحات والمعلومات وجه البتريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي رسالة محبة ودعم إلى رجل السلام واصفا بذلك السيد الرئيس محمود عباس جاء ذلك خلال استقباله وفضا رسميا تقدمه سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور من سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العرادات إلى جانب قيادات فصائلية حيث قدم تهنيئة بعيد الميلاد المجيد باسم السيد الرئيس هذه مناسبة سعيدة جدا بحضور سعادة سفير دولة فلسطين والأصدقاء الحاضرين معه إن الحي الرئيس دولة فلسطين أبو مازن العزيز الصديق العزيز هل أنا بسميه رجل السلام بامتياز لأنه طرفت علي واسمعته وبعرف تفكيره وبهذه المناسبة بدي وجه تحيي التهنيئة ودعاء ورجاء إلى أهلنا وأحبائنا في بيت لحم وبدي يذكرون أنه ما نسيوا أنه بهذه الأرض ولد المسيح دع وزير العدل علي أبو دياك حركة حماس إلى الالتزام بقرار المحكمة الدستورية والتي مارس الانقلاب مرة أخرى على الشرعية والقانون والقضاء أبو دياك قال تعقيبا على الاجتماع الذي عقدته حماس في مقال المجلس التشرعي في غزة صباح اليوم قال إن الاجتماعات تحت قبة التشريعي ليس لها أي قيمة قانونية المحكمة الدستورية انتصرت للقانون ولإرادة الشعب مصدر السلطات من حق شعبنا الفلسطيني أن يكون لديه برلمان فلسطيني منتخب فاعل وعامل ويمارس اختصاصاته في الرقابة وفي التشريع وكافة الاختصاصات والمهام المناطبه على الوجه المبين في القانون كل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته مع حل المجلس التشرعي ومع الذهاب إلى صناديق الاقتراع حركة حماس التي انقلبت على الشرعية والقانون في قطاع غزة وما زالت تنقلب حتى الآن وتختطف قطاع غزة لا يحق لها أن تتحدث بالقانون ولا يحق لها أن تعلق على أحكام القانون الأساسي حركة حماس التي عينت ما يسمون القضاء والمحاكم والنيابة العامة في قطاع غزة وتصدر القوانين أو ما تسمى القوانين باسم سيادة الرئيس وباسم المجلس التشريع منتحلة كل الصفات لا يحق لها أن تتحدث عن تشكيل المحكمة الدستورية أو قانونية أو عدم قانونية تشكيل هذه المحكمة على حركة حماس أن تلتزم بقرار المحكمة الدستورية بالذهاب إلى الانتخابات وصناديق الاقتراع ولا سبيل غير ذلك ليس من المجد الاستمرار بالشتم والتخوين والتشكيك بالقيادة التاريخية للشعب الفلسطيني الرئيس هو جدار الشرعية الفلسطينية وهو رأس كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وهو رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويمارس صلاحياته بالحكم على الوجه المبين في كافة القوانين وإن صمود سيادة الرئيس في موقعه هو العامل الحاسم في إنقاذ النظام السياسي الفلسطيني وإنقاذ المشروع الوطني من الانهيار بعد أن قامت حماس بانقلابها في قطاع غزة ومصادرة المؤسسات الوطنية الفلسطينية واختطافها في القطاع حتى الآن بموجب قرار المحكمة الدستورية المجلس التشريعي أصبح منحلا ومنتهي وغير موجود وغير قائم قانونيا ودستوريا ولا يجوز لأي كان انتحال صفة المجلس التشريعي أو انتحال عضوية المجلس التشريعي أصبح المجلس التشريعي منتهي منذ صدور قرار المحكمة الدستورية منظمة التحرير الفلسطينية هي التي أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية بقرار من المجلس المركزي في دورتها المنعقدة في تونس سنة 1993 ولا يجوز لأي كان التشكيك في منظمة التحرير أو التشكيك في المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني هذا هو البرلمان الفلسطيني للدولة الفلسطينية ولا يحق لأي كان الطعن بالقرارات التي صدرت عن المجالس المركزية والمجالس الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية الاجتماع الذي عقدته حركة حماس في مقر المجلس التشريعي صباح اليوم ليس له أي قيمة قانونية أو دستورية هو مجرد تمادي في الانقسام وتكريس الانفصال ولا يوجد أي قيمة لمثل هذه الاجتماعات التي محظورة أصلا بموجب قرار المحكمة الدستورية إلى ذلك قال ناطق رسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري قال إن قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا الضميري أوضحت عقيبا على انتشار قوى الأمن في محيط مقر المجلس التشريعي أوضح أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا بحل التشريع وعليه فإن واجب قوى الأمن تنفيذ القرار مؤكدا أنها لن تسمح لأي كان بانتحال صفة أعضاء المجلس أو التكلم بهذه الصفة باعتبار ذلك غير قانوني قال الاتحاد الوطني الفلسطيني في أوروبا إن قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي ودعوة لإجراء انتخابات برلمانية قرار صائب وواجب النفاذ مؤكدا على أهمية ضرورة احترام وإنجاح الاستحقاق الديمقراطي بالعودة إلى صندوق الاقتراع أمل الاتحاد أعلن في بيان صحفية أن القرار التفسري يؤكد إعادة الحياة النيابية والديمقراطية بعد حالة طويلة من الغياب والتعطيل المتعمل من قبل البعض بفعل الانقسام ومحاولة تكريسه في موضوع آخر حذر أمين وسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عرقات حذر من تمرير مخططات الاستطان وتهويد القدس وارتكاب عمليات تطهير عرقي ضد أبناء شعبنا كدعاية لانتخابات الكنيسة المزمعي إجراؤها في نيسان المقبل أجدد عرقات دعوته للمدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا إلى الإسراع في فتح تحقيق جنائي بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وبشكل فوري هذا وكشفت وسائل ألام إسرائيلية نرئيس حكومة الاحتلال بن يمين ناتنياهو يعتزم إقرار بناء 2500 وحدة استطانية وإنشاء منطقتين صناعيتين في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية في إطار سباق قادة الاحتلال المحموم لسرقة مزيد من أراضي المواطنين في الضفة يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو المصادقة على إقامة 2500 وحدة استيطانية وإنشاء منطقتين صناعيتين ومحطة نقل في عدد من المستوطنات في أعقاب تبني ذلك من قبل مجلس التخطيط الأعلى التابع لما تسمى بالإدارة المدنية هو يريد أن يثبت للعالم وأنه لا إمكانية لقيام دولة فلسطينية نحن في مقابل ذلك علينا أن نتمسك بالاعتراف الدولي وبحق تكرير المصير وبدأ الدولة الفلسطينية وفي النهاية الاحتلال والاستيطان إلى زوال هذا هو القناعة التي تترسخ لدينا رغم كل إجراءات الاحتلال إعلان حكومة الاحتلال نيتها إقامة مخططات استيطانية ضخمة وبالجملة وجد فيها نيتنياهو ضالته لتسويق نفسه لجمهور المستوطنين وكسب أصواتهم الانتخابية في وقت طرأ فيه مؤخرا هبوط حاد على شعبيته رغم أن الاستطلاعات ترجح فوز حزبه في الانتخابات المقبلة ليكون الخاسر الوحيد في هذه المناورة الإسرائيلية هم المواطنون الذين سيدفعون فاتورة مضاعفة ثمنا لصلف نيتنياهو وأقطاب حكومته اليمينية التي ستحرمهم من أراضيهم ومقدراتهم نيتنياهو يقدم رشوة لليمين واليمين المتشدد من أجل حصول على أصواته في الانتخابات القادمة خاصة أن الحكومة الإسرائيلية قررت إجراء الانتخابات في إبريل القادم إجراءات نيتنياهو والحكومة الإسرائيلية هي محاولة لطرد الفلسطينيين محاولة للتضييق عليهم والاستيلاء على أراضيهم ضمن سياسة ممنهجة تمرير حكومة الاحتلال هذا المشروع الإحلالي الأضخم من نوعه منذ سنوات التي تهدف تل آبيب من ورائه إلى فرض وقائع استيطانية جديدة لتمزيق الضفة وتهجير أهلها كخطة لتغيير واقعها الجيوغرافي والديمغرافي وقلب الحقائق على الأرض من أجل القضاء على مستقبل حل الدولتين ضاربة بذلك كل القرارات الشرعية بعرض الحائط تمادي سلطة الاحتلال في مشاريعها التهويدية الإحلالية للسيطرة على ما تبقى من فتاة الأرض الفلسطينية مستغلة تراخي المواقف الدولية يؤكد أن لديها خطة محبوكة لتدمير مسيرة السلام والتملس من دفع استحقاقاتها خالد مطاوع تلفزيون فلسطين متابعة لهذا الملف ينضم إلينا هنا في الستوديو الخبير في أشان الإسرائيلي سعيد زيداني سيد زعيد مرحبا بك معنا نحن أمام مغازلة نتانياهو لمتطرفي تلبيب من الواضح من خلال هذه المصادقة هل نحن على موعد مع سلسلة عطايا وهبات استطانية جديدة من قبل نتانياهو قبيل الانتخابات المرتقبة يعني كما نعرف أن نتانياهو يرأس أكثر حكومة يمينية في تاريخ دولة إسرائيل فالانتخابات القادمة في التاسع من أبريل القادم يعني هي مناسبة لنتانياهو لكي يثبت جدارته لأمام المستوطنين وأمام معسكر اليمين في إسرائيل يعني في هذه الانتخابات هناك تنافس بين معسكر اليمين الذي يرأسه نتانياهو وبين معسكر الوسط اليسار ولكن من ناحية ثانية هناك أيضا تنافس داخل معسكر اليمين فنتانياهو يريد أن يكسب أصوات اليمينيين حتى ولو كان على حساب أحزاب يمينية مثل أيبيت اليهودي ولكي يحصل على ذلك فهو يفعل ما يفعل في مجال تكثيف الاستيطان وقبل ذلك في سن القوانين التمييزية وعلى رأسها قانون القومية قانون التفوق العرقي طب برأيك هل سينجح نتانياهو في تشكيل تحالف جديد قبل الانتخابات؟ يعني التحالف الذي نتانياهو بحطة عينه عليه هو معسكر اليمين الذي ينغطف إلى البركز يعني بصورة عامة هي نفس الأحزاب التي تؤلف الحكومة الحالية ولكن نتانياهو يريد لحزب الليكود حزبه ذلك الحزب الذي يرأسه أن يكون هو عصب تلك الحكومة لا يريد لمعسكر اليمين أن يتفتت إلى شضايا يريد لمعسكر اليمين أن يكون هو الناجح وأن نتانياهو يعاد انتخابه رئيسا لحكومة قادمة ومن أجل ذلك يعمل ما يعمل في مغازلة يعني اليمنيين سيد زيداني معذرني على المقاطعة برأيك ما الذي سيمنع نتانياهو أو الليكود من أن يكونوا على رأس حكومة إسرائيلية قادمة واحدة من السيناريوهات المطروحة أن يحاكم نتانياهو فعليا بالتهم المنسوبة إليه أو بالشبهات المنسوبة إليه أو التي تدور حوله هل هذا يمكن أن يكون مفاجأة تغير موازين القوى يعلون أعلن أنه يريد تشكيل حزب سياسي الوسط أو يسار الوسط في إسرائيل يريد أن يستجمع قواه لكن أي من المفاجآت ننتظرها إن كان هناك أصلا مفاجآت يعني هناك خربطة كبيرة في معسكر الوسط واليسار هناك قوائم جديدة حديث عن يعلون وحديث عن رئيس الأركان الآخر الذي يعمل على تشكيل حزب جديد ولكن هذه أحزاب الوسط بصورة عامة تقطع من تلك الأصوات التي تذهب إلى أحزاب الوسط وأحزاب اليسار فعلى الأرجح أن معسكر اليمين هو الذي سوف يكون ناجحا ونتانياهو وحزب الليكود في عصب هذا المعسكر ما قد يحبط هذا المسعى الذي يسعى إليه نتانياهو هو أن تقدم لوائح اتهام ضده في قضايا الرشوة والاحتلال والاحتيال وخيانة الأمانة من قبل المستشار القانون للحكومة فإذا قدمت مثل هذه اللائحة من الاتهام قبل موعد الانتخابات من شأنه أن يحبط مسعى نتانياهو وربما معسكر اليمين ككل سوف يكون هو الخير طيب سيد زيداني هنا فقط للتوضيح هذه هل ستسقط بالتقادم بمعنى ما لم يقم المستشار القضاء للحكومة الإسرائيلية بتقديم لوائح الاتهام الواضح لنتانياهو في هذه الفترة فهل من الممكن أن أو هل القانون في إسرائيل يخويله أن يقدمها بحقه في حال كان رئيس حكومة إسرائيلية مقبلة أم ماذا؟ بالطبع يعني متى قدمت لوائح الاتهام متى تقرر تقديم لوائح الاتهام على رئيس الحكومة أن يستقيل وأن يفسح المجال لشخص آخر ليحل محله لوائح الاتهام قد تقدم قبل الانتخابات وقد تقدم بعدها وقد لا تقدم بالأساس هذا قرار منوط بالمستشار القانوني للحكومة ما يقرره سواء تقديم لوائح الاتهام أو إصدار توبيخ غير ملزم أو إغلاق الملف هذا قرار المستشار القانوني للحكومة ولكن إذا صدرت مثل هذه اللايحة من الاتهام بعد الانتخابات فهذا يعزز موقف نتنياهو بأنه حظي بتأييد شعبي فهذا يعني يحسن من فرصه في مواجهة القضاء الإسرائيلي المخطوص بالشهد الإسرائيلي يا سيد سعيد زيداني شكرا على وجودك معنا في نشرة التاسعة وشكرا على كل ما أتيت به من إضاحات وصلوا إياكم نشرة التاسعة عكد نائب رئيس حركة فتح محمود العلول ضرورة بلورة موقف رسمي وشعبي بمقاطعة الخضار والفواكه الإسرائيلية ردا على القرار الإسرائيلي بمنع الخضار والفواكه الفلسطينية من التوريد للسوق الإسرائيلية سلام جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح بمدينة رامالله دعا العلول اتلاف الجمعيات والاتحادات الزراعية والغرف التجارية والتجار إلى حماية المنتج الوطني وتوسيع حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال ميدانيا مصيبة مسن سبعيني بجروح عقب اعتداء مستوطنين عليه بالضرب خلال رعيه الأغنام في أراضي قرية برقة شمال نابس أفض مراسلنا أن عددا من المستوطنين هجموا المسن مفيد حجة خلال رعاية الأغنام في قرية برقة الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح في الرأس نقل على إثرها إلى مشفى رفيدي الحكومي لتلقي العلاج اللهي أنا كنت رعي في هالغنمات ما شفت له الجماعة دشعوا علي دشعوا علي عصر اتناصر واحد منهم ثلاثة معهم عصي مني بعيد واحد بحجر وكان ضربني ضربني وكعتم الأرض وكعتم الأرض هم مثل هم شافون أني اخربت أبعدوا في صورة طبقية تبين أن هناك في كسر في الجمج ما يضغط على الدماغ وهذا بحاجة إلى تدخل جراحي لإزالة العظم الغائر في الدماغ وضع الحج الحمد لله منيح لأن الإصابة بعدها أولها تعرف تكون حامي فنحن ندخله على عملية طارئة لإزالة العظم تكسر وتنظيف الجروح اللي متعرض إلو نتيجة إصابة بإشي جسم صلب يشهد ريف بيت الأحم الغربي يشهد هجمة استيطانية نظرا لموقعه الاستراتيجي أي في اعتزم الاحتلال بناء الحزام الاستيطانية ربط مستوطنة غوش عتسيون بالمستوطنة الجاتمة على أراضي القدس المحتلة آلاف الدنومات الزراعية يتهددها الاستيطان في هذه المنطقة ففي الأسبوع الماضي شق المستوطنون الشارع ان اخترق أراضي بيت جالة وصولا إلى منطقة الخمار وبردمو من أراضي بلدة باتير غرب بيت لحم التي نصب فيها المستوطنون قبل يومين كارفانا لسرقة مهزيد من الأراضي وتنفيذ مخطط استيطاني قديم حديث لبناء مستوطنة تسمى غفعات يائيل عليها بعد مرور خمس أيام يوم 24-12 حضروا صباحا لتركيب كارفان في المنطقة وفعلا كان عدد المستوطنين المتواجدين لا يقل عن 150 مستوطن وركبوا الكارفان في الوقت لأهل البلد لم يكن يعلموا بهذا الموضوع لأن كانت ساعة وحدة ليلا قمنا بإجراءات في هذه المنطقة وتثبيت الملكية وبيوت وكارفانات للمواطنين وأيضا تم العثور على جواشين طابو عثماني في هذه المنطقة للحيلولة دون التوسع للاستيطاني في هذه المنطقة ولتثبيت الملكية على هذه الأراضي في أذار الماضي هدم الاحتلال منزلا بمحاذاة المنطقة المستهدفة مقدمة لتنفيذ مخططاته عليها نظرا لموقعها الاستراتيجي والجغرافي وتوسطها لمنطقة الريف الغربي لمحافظة بيت لحم وتعتبر امتدادا لبناء حزام الستيطاني يربط مستوطنات غوش عثسون بالمستوطنات الجاثمة على أراضي القدس المحتلة فعلى تلك الأراضي نظمت جولة من الجهات الرسمية في المحافظة للوقوف على خطة التصدي للإجراءات الاحتلالية فيها خوضعت خطة تشارك فيها جميع الوزارات والجهات الرسمية بالإضافة إلى أصحاب الأراضي وبالإضافة إلى الهيات المحلية والبلديات في هذه المنطقة كلها في باتير وبيت جالة والولجة حتى نمكن ونعز الصمود المواطن هنا وأيضا ندافع عن هذه الأراضي حلاء المسارات المختلفة سواء القانونية أو الدولية أو حتى على مستوى تعزيز الصمود ولذلك نحن سنبدأ الخطوات تباعا في هذا الجانب وأدعو أهلنا في هذه المنطقة لكي يتابعوا لكي بالفعل يتنبهوا وكونوا يقضين زاء أي محاولات استطانية لفرض أمر واقع على هذه المنطقة في الأوينة الأخيرة وفي إطار حرس المواطنين على استرجاع أراضيهم ومنع الاستيلاء عليها من خلال رفعهم لقضايا في محاكم الاحتلال تمكنت المؤسسات المختصة في حماية الأراضي والدفاع عنها من استخراج الطاب التركي وتحديدا للأماكن التي تتهددها إجراءة الاحتلال والمسوطنين لوقف الهجمة الشرسة على الأراضي تبادل للأدوار ما بين حكومة الاحتلال والمسوطنين للسيطرة والاستيلاء على ما تبقى من تلك الأراضي لإقامة مسوطنة جديدة تنفيذا لمخاطتها الاستيطاني الرامي إلى فصل الريف الغربي عن مدينة بيت لحم من منطقة الخمار في بلد تباتير غرب بيت لحم هاني فنون تلفزيون فلسطين وثق تقرير صادر عن مركز عبدالله الحراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير عن ارتقاء مئات الشهداء وإصابة الألاف منذ انطلاق المسيرات السلمية في قطاع غزة منذ 30 من أذار الماضي منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى في 30 من أذار الماضي وحتى الثلوث الأخير من هذا الشهر بمشاركة شعبية واسعة وصل الاحتلال من تصعيده على طول الحدود في قطاع غزة إلى حد ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين تقرير توثيقي لمركز عبدالله الحراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير سجل ارتقاء 253 شهدان بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال خلال هذه الفترة منهم 72 من غزة و70 من خان يونس و41 من المحافظة الوسطى و37 من محافظة الشمال و33 من محافظة رفح فيما اصيب 25477 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقصف المدفعي والجوي والغاز السام والغاز المسيل للدموع ولم يسلم حتى الاطفال من عدوان الاحتلال حيث اصيب منهم 4379 وارتقى 45 شهدان اصارهم الشهد بيان ابو خماش سنة ونصف بعد استهداف منزلها بمدفعية الاحتلال فارتقت ووالدتها اناس ابو خماش التي كانت تنتظر مولودها الاخر في للا ايام معدودات كما وارتقت قبلها الشهدة المسعفة رزان النجار بجريمة اغتيال برصاص قناص اسرائيلية وفي صفف النساء اصيبت 150 امرأة هذا وارتقى سبعة شهداء من الاشخاص ذوي الاعاقة وبات 105 مواطنين من ضمن هذه الفئة بعد بتر اطرافهم السفلية والعلوية نتيجة اصابتهم برصاص الاحتلال وفي صفوف التواقم الطبية ارتقت رزان النجار وموسى ابو حسنين وعبدالله القطط واصيب 470 اخرون اثناء ادائهم واجبهم الانساني في تقديم الاسعافات الاولية في الميادين للمصابين من المشاركين في مسيرات العودة كما تضررت 84 سيارة اسعاف ومركبة طبية هذا ودفع الصحفيان ياسر مرتجا واحمد ابو حسين حياتهما ثمنا لتوثيقهم جرائم الاحتلال خلال الاحداث واصيب مئتان وثلاثة وستون صحفيا اخر ميساء الاحمد تلفزيون فلسطين الى موضوع اخر اعلنت تقابة الاطباء وقف اضرابها في القطاع العام التزاما بقرار محكمة العدل العليا ودعت الاطباء للعودة لعملهم اعتبارا من صباح يوم غد وكانت محكمة العدل العليا قد اصدرت قرارا نهائيا في جلستها المنعقدة في مدينة رمال هذا اليوم بوقف اضراب الاطباء كون القانون يحضر ممارسة الاضراب على موظفي القطاع الصحي ما عدا الاداريين منهم الى تطورات المشهد في الزاويتين العربية والدولية اعلن وزير الاشغال العام والنقل اللبناني يوسف فينانيوس ان بلاده ستتقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن ضمن اسرائيل وافدت الوكالة الوطنية اللبنانية ان الوزير فينانيوس هاتف رئيس الوزراء سعد الحريري واطلعه على وقائع ما جرى امس حيث نجى لبنان انسانية كادت ان تؤدي بحياة ركاب طائراتين مدنيتين في الاجواء اللبنانية اثناء استباحة الطيران الاسرائيلي للاجواء في عدوانها على جنوب دمشق في سياقنا قريب قالت وكالة الانباء السورية سانا ان المضادات الجوية السورية تصدت لصواريخ اطلقتها طائرات الاحترال الاسرائي فوق الاراضي او من فوق الاراضي اللبنانية واشارت الوكالة الى ان المضادات السورية تمكنت من اسقاط معظمها قبل وصولها الى اهدافها نقلت وسائل الاعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري قوله ان الطيران الحربي الاسرائيلي اطلق صواريخ على اهداف قرب دمشق يوم الثلاثاء واصاب ثلاثة جنود سوريين وقال المصدر العسكري ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اطلقها الطيران الحربي الاسرائيلي من فوق الاراضي اللبنانية وتمكنت من اسقاط معظمها قبل الوصول الى اهدافها واضاف ان الاضرار اقتصرت على مخزن دخيرة واصابة ثلاثة جنود بجراح ولم تتضح طبيعة الاهداف وامتنعت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي عن التعليق وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة للدولة في لبنان ان طائرات حربية اسرائيلية نفذت غارات وهمية في اجواء جنوب لبنان نبقى في الاطار الدولي حيث انقذت السلطات الفرنسية والبريطانية انقذت اكثر من اربعين مهاجرا كانوا يحاولون عبور القنال الانجليزي على متن ستة زوارق مطاطية خلال يومين وذكرت وزارة داخلية البريطانية ان خمسة زوارق مطاطية على متنها اربعون شخصا من العراقي وايران وافغانستان تم ضبطها يوم عيد الميلاد امس فيما تم قال رئيس روسي فلاديمير بوتين ان روسيا قد تنشر اول مجموعة من الصواريخ ذات القدرات النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات او اكثر في العام المقبل وكان بوتين يتحدث بعض اشرافه على مواصفه لكريملين بانه اختبار ما قبل النشر لنظام صاروخي جديد قالت روسيا ان النظام الصاروخي الجديد هو واحد من عدة اسلحة اعلن عنها بوتين في اذار قادر على المناورة بدرجة كبيرة مما يمكنه بسهولة تجنب انظمة الدفاع الصاروخية نعود الاشيان المحلي وفي اطار الجهود المجتمعية لتخفيف البطالة في المحافظات الجنوبية نجح الشاب شعبان حمودة في تشغيل شبان اخرين وذلك في مشروع مخصص لبيع المشروبات الساخنة هذا هو شعبان الذي تمرد على الواقع الروتيني الذي امس عليه الشباب الخريج في غزة بعد ان عجز عن الثبات في وظيفة رغم المحاولات الكثيرة في طرق الابواب لتحقيق الحلم ليجد شعبان قوت يومه في جزء من الحلم من خلال عربة لبيع الشاي والقهوة متحدياً كل المعاكسات درست ادارت اعمال دبلوم وكنت اتمنى وظيفة يعني في البلد ما صارش نصيب اشتغلت في كافي واشتغلت في البحر الكافتريات هانو هان يعني وين ما اجا كنت اشتغلي ما قعودش يعني يعني الي صحاب انو اش رايك في بسطة في البلد بتحلك بسطة صغيرة بي فيها شاي وقهوة اجت في رأسي قلت اه مش غلط لم تقتصر المعضلة لدى شعبان فقط في تحدي الواقع الاقتصادي الصعب وانما في تجاوز قرار عائلته التي قللت من شأن ما اعتزم فعله فقام بشراء هذه العربة وتجهيزها والتسويق لمشروعه ليس ذلك فقط بل فكر لأول مرة في تشغيل كادراً صغيراً برفقته من اجل ايصال الطلبات البعيدة عبر الدراجة الهوائية في صورة جذبت المرة واثارت اعجابهم كل كان يعني انه مش حابب هيك فكرة إلي في الشارع يعني بما انما دارس بشتغل يعني في كافهات في أماكن يعني إلها اسمها وهيك وأخيرتي يعني في الشارع وبسطت شيء وقهوة مش حابينها إلي والحمد لله يعني ما سمعتش من أي حدا حوالي بدأ الشغل يعني ينارف ويتوسع معايا شوية شوية أجل في بالي أفكار يعني اللي البسكة ليه في أماكن بعيدة تصل مهنة قهواجي لم تكن حلم شعبان بل قعيدة يبنى عليها الحلم وجسراً للعبور نحو مشروع المستقبل حيث المكان المنصف له ولأمثاله أنا بنصح كل الشباب أنه ما يخجلوا من أي شغلة سواء أنه يبيع شاي يبيع قهوة يشتغل في النظافة يشتغل أيش مكان ما فيها أي خجل ولا يحتاج أي بشر سواء أهله ولا أقرب الناس له كمان وبتمنى أنه يعني لقوا دام هيك شوية أنا والشباب نفسهم يعني لنه نوسع المشروع الأكبر ويصير لنه كافع عنا من رحم العوز والفقر تولد إرادة الشباب بعد أن تراجع لديهم الأمل وغلقت في وجههم الأبواب فكانت عربة الشاي والقهوة نجاحاً على أول الخطى لشعبان وفريقه الجوال مشكلين قدوة لمن وجد في بعض المهن عيباً لا يليق به من محافظة رفح جنوب قطاع غزة سالي السكني تلفزيون فلسطين نشرتنا مستمرة وتشاهدنا فيها بعد قليل الأسير مرعي كبهة من جنين يتنسم الحرية بعد قضائه 15 عاماً في سجكون الأحتلال نذهب بكم الآن إلى النشرة الرياضية مع الزميلة كيان الصيفي كيان مساء الخير عليكم مساء الخير سلام مساء الخير أمان أهلا بكم مشاهدين الكرام أنهت تنهم الشوطة الأول من مباراته أمام ضيفه بورن موت اليوم متقدماً بثلاثة أهداف للا شيء ضمن الجولة التاسعة عشر من الدولة الإنجليزية الممتاز وصنع اللاعب الشاب كايل ووكر بيترز الأهداف الثلاثة لسبيرز والتي حملت توقيع كريستيان إريكسن وسون هيونغ من ولوكاس مورا وفي هذا الشأن ذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن بيترز 21 عاماً و257 يوماً أصبح أصغر لاعب يصنع ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالبريمير ليج خطف فريق يوفينتوس تعادلاً مثيراً من مضيفه أتلانتا بنتيجة هدفين لهدفين في مباراتهما اليوم في منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدور الإيطالي بادر يوفينتوس بالتجيل عبر بيرتاد ديميستي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثانية ثم تعادل دوفان زاباتا لأتلانتا في الدقيقة الرابعة والعشرين ثم أضاف الثاني بالدقيقة السادسة والخمسين حتى تمكن كريستيانو رونالدو من خطف التعادل في الدقيقة الثامنة والسبعين وارتفع رصيد يوفينتوس بهذه النتيجة إلى خمسين نقطة في صدرات الدوري فيما ارتفع رصيد أتلانتا إلى خمسة وعشرين نقطة في الترتيب السابع أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قرر صرف النظر عن التعاقد مع ماتياس ديليجت نجم إياكس أمستردام الهولندي وذكرت صحيفة موندو دي بيرتيفو أن برشلونة أدار ظهره لسباق التعاقد مع ماتياس الذي يتمتع باهتمام كبير من بايرن ميونيخ الألماني ويوفينتوس الإيطالي وعلى مدار عدة أشهر ارتبط اسم ماتياس بالرحيل لبرشلونة وحسب الصحيفة فإن إدارة برشلونة لم تعد راغبة في تفاوض معه مدير أعمال ماتياس الذي يريد حصد أكبر قدر ممكن من الأموال نظير انتقال موكله لأحد الأندية أوروبا الكبيرة نهاية جولة الرياضية لهذه الليلة شكرا لمتابعة أعود إلى زمناء بالاستوديو شكرا كيان شكرا كيان إذن مشاهدنا في جنين تنسم الأسير مرعيك بها الحرية بعد قضائه 15 عاما في سجون الاحتلال تنسم الأسير مرعيك بها من جنين عبير الحرية بعد 15 عاما في سجون الاحتلال وكان في استقباله المئات من المواطنين في صورة تعبر عن الالتفاف حول الأسرة وقضيتهم العادلة تدعي إلى الوحدة ولا إنهاء الانكسام لأن الانكسام أصبح بغيض علينا بالتمن الجهود الجبارة بكون بها سيادة الرئيس الدعم لقضيتنا أولا قضية الأسرة ثانيا المشاركون في استقبال الأسير محرر كبها أكدوا على ضرورة الالتفاف حول سيد الرئيس محمود عباس في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها مجددين البيعة لسيادته بالرغم من كافة المؤامرات التي تهدف لتصفية القضية وتشكل قضية الأسرة وخاصة المرضى والأطفال همّا وطنيا في ظل الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها مصلحة سجون الاحتلال بحقهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي رسالتنا إلى أسران البواسل نقول لهم عهدا عهدا لن يهدأ لنا بال ولن يستقر لنا حال إلا بالإفراج عنكم جميعا فرحتنا كبيرة ولكن منقوصة لن تكتمل إلا بالإفراج عن الأسرة جميعا من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعتبر الأسرة وقضيتهم من أهم دعائم القضية الفلسطينية وجزان أساسيا من نضالها كما أنها تمثل معاني التضامن والصمود في نيل الحرية والاستقلال بدولة فلسطينية ودي أشحاد تلفزيون فلسطين جينين إذن زميلي سلام لم يبقى إلا أن نذكر بعنوين نشرتنا الإخبارية فلسطين تقدم طلبا لنيل العضوية الدائمة في الأمم المتحدة منتصف شهر المقبل وزير العدل يدعو حماس من الالتزام بقرار دستورية وأن لا تمارس الانقلاب مرة أخرى على الشرعية ونتانياهو يعتزم المصادقة على بناء 2500 وحدة استطانية جديدة في الضفة الغربية في نشرة التاسعة أيضا نقلنا لكم تحذيرات الشرطة ومنشتتها للمواطرين بتوخي الحيطة والحذر في ظلم خفض عميق يضرب فلسطين غدا هذا ختام نشرة التاسعة ولقام إخبارينا عند انتصاف الليل مع نشرة الخصاد إلى حينه دمتم دائما في رعاة الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة